موسيقى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يوم التروية تبدأ فيه نسك الحاج بنزوله الى وادي ميناء استعدادا للوقوف في عرفة لتأدية الركن الاعظم مشعر ميناء يعد الاكبر بين المشاعر المقدسة من حيث المساحة فهو وادي تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية وجمرة العقبة من جهة مكة المكرمة ووادي محسر من جهة مزدلفة تعرف ميناء بانها موضع اداء شعائر الحج ومبيت الحجاج في يوم التروية ويوم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة بمجموع قدره خمسة ايام للمتأخر او اربعة ايام للمتعجل في مشعر ميناء ينتهي اطول طريق للمشاتف العالم والذي يبدأ من جبل الرحمة بعرفات مرورا بمزدلفة عبر اربعة مسارات مشعر منا فيه رامى نبي الله ابراهيم عليه السلام الجمار وذبح فدي اسماعيل عليه السلام كما شهد بيعتي العقبة الاولى والثانية وفوق ثراه بني مسجد العقبة ولخدمة الملايين من ضيوف الرحمن المتوافدين الى مكة لاداء مناسك الحج سخرت المملكة الامكانات كافة لتوفير كل ما من شأنه الاسهام في اداء الحجاج نسكهم براحة وطمأنينة ومن تلك المشاريع الضخمة مشروع جسر الجمرات الذي بلغت تكلفته اكثر من اربعة مليارات ومئتي مليون ريال وتمتد مساحات المخيمات هنا في مشعر ميناء على امتداد ثلاثة مليون متر مربع تستوعب سنويا مليونين وستمائة الف حاج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة